موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب السادس العلمي اليوم يجيتكم بدرس جديد من دروس المراجعة المركزة على الفصل الأول وهم أرجع أعيد وأذكركم أن هذه المراجعة هي تشمل كل مواضيع الكتاب وما عندنا أي طفرة بأي موضوع لكن اللي داي يصير بدلا ما ناخذ ساعة كاملة وناخذ أمثلة هواية داي ناخذ فقط ربع ساعة أو عشرين دقيقة فاللي رايدة منعدكم تركزون كلش على الموضوع حتى تفهمون لأن بالفعل حتى الطالب اللي ما قاري هم راح يسيطر على المادة إذا قراها بتركيز أما الطالب اللي يحب أمثلة هواية فنفس الموضوع هذا موجود ضمن ضمن شنو؟ ضمن الشرح المفصل وبنفس التسلسل يعني مثلا هسا أنت عندك الدرس رقم خمسة هناك أيضا عندك الدرس رقم خمسة فحبايبي رايد منعدكم تراجعون الشرح المفصل إذا أنت حسيت نفسك ما جاي تستوعب الموضوع أو موضوع معين حسيت أنه أنت تحتاج أمثلة علي أكثر فرجاء نروح راجع الشرح المفصل صح هو معصبورة بس عادي ترى اللي يريد يفهم يفهم فاليوم حضايبي موضوعنا هو التحليل في الأعداد المركبة التحليل وين؟ في الأعداد المركبة اللي إحنا نرمزلها بالرمز شنو؟ سي طبعا راح تقول لي استاد أني دارس طرق التحليل بالثالث المتوسط يعني من زمان كلش بس أذكرني الحدثة لأنه فصل كامل كان يحكي على طرق التحليل اللي هي الفرق بين مربعين ومجموع المربعين والمكعبين والتجربة والعامل المشترك استاد هسا هنا بالأعداد المركبة شنو طرق التحليل راح تختلف راح تزيد راح تنقص لا هي نفس طرق التحليل بالضبط لكن اليوم إحنا في الأعداد المركبة أكو بعض الحدوديات كانت ما تتحلل قبل اليوم إحنا راح نحاول إنحل مشكلتها تمام حبايبي؟ فلذلك أول طريقة من طرق التحليل هي الفرق بين المربعين ولي هو هاي الطريقة أتذكرها كلش أصلا يمكن هاي الطريقة الوحيدة اللي أنا مستحيل أنساها اللي أتذكرها تقول أكو ناقص بين المربعين باعتبار الفرق هو الناقص الموجود هنا فرق بين المربعين أنا أفتح قوسيا مثل ما متعلم قبل والأكس تربيع مني أن جايتني أكس في أكس والناقص مني أن جايتني ناقص في زائد والواي تربيع مني أن جايتني واي في واي ماكو طالب مهما كان مستوى ضعيف يقول أنا ما فهمت هذا الشي أصلا يقول هاي أتذكرها وهاي أعرفها دائما لكنه هاي طلاب يخربط بيها لأنه هو ما فهمها فهم علمي صحيح تقولي يعني شون استاد فهم علمي صحيح تعالوا للأمثلة وبعدين تفاهم لما نجع على هذا المثال اللي هو أكس تربيع ناقص تسعة تقولي استاد هاي بينه وفرق بين مربعين لا تخربطني هاي الناقص أنا هناك هي ناقص بالفعل الأكس تربيع هي أكس في أكس والناقص هي ناقص في زائد والتسعة هي ثلاثة في ثلاثة تقولي ها مو قلنا لك فهمينه وياكم آني تعالوا على المثال الثاني هس تقريبا إذا أنتم ركزين ويايا أسألكم الأكس تربيع منين جايتنا راح تقول لي أكس في أكس ناقص منين جايتنا ناقص في زائد ثلاثة منين جايتنا يمكن هسه نص الطلاب أو إذا مو أكثر راح يقول لي ثلاثة في واحد لما نقول لي ثلاثة في واحد هاي ما إلى غير تفسير واحد تفسير واحد أنه هو ما فهم القاعدة صحيح لذلك نقول لك ركز على القاعدة أكثر من ما تركز على المثال استاذ يشبيه القاعدة والله واضحة ومبينة يعني أكس تربيع أكس بأكس حلو يعني الأكس تربيع هاي لازم تكتبها أكس في أكس والواي تربيع هاي لازم تكتبها واي في واي هاي شنو معناتها التسعة أنت مجبر تكتبها ثلاثة في ثلاثة مو كيفك تكتبها تسعة في واحد اللي ثلاثة هنا أنت مجبر تكتبها عدد في نفسه أنت مجبر لأن هي هاي الفرق بين مربعين لذلك حبايبي هاي اللي ثلاثة أنا مضطر أكتبها جذر ثلاثة في جذر ثلاثة لأنه جذر ثلاثة فيه جذر ثلاثة ثلاثة إذا فهمت الطريقة بهالشكل هذا لا أنت بالفعل فاهم وأزيدك بعد إذا تحب يعني تضبط وتستفاد وبالفصل الرابع تصير فول فرايدك تضبط طرق التحليل كلش لأنه طرق التحليل كلش راح تفيدك لا وأريدك أريدك يعني هذا الطالب اللي فد مرة يعني أحب يفهم أقول لدير بالك ذن القوسيا ممكن يجنك بالعكس X ناقص Y في X زاد Y واحتمال في موضوع ما يجني ذن القوسيا وأقول لك افتحني يا هن ذن القوسيا فأكو طالب يبدي يوزع X في X X في Y هو مو غلط هذا الشيء الذي يسويه مو غلط بس أكو طالب ذكي ثاني يقول لي أستاذ هذولي مو تحليل الفرق بين مربعين لا بل يذولي فرق بين مربعين أصلهم يقول لي لعد أستاذ هذولي أكتبهم X تربيع نابس Y تربيع يابل إيش كتبتهم إيش تقول أستاذ هذولي هم نفسهم تحليل الفرق بين مربعين لذلك حبايبي الطالب الذكي يركزوا هوايا على أول طريقة من طرق التحليل سمها الفرق بين مربعين يكون ناقص بياناتهم هيج تتحلل يعني يفهمها بشكل ما الواحد ما يريد ينساها مستقبلا مو كل شوية واحدهم خربط لي ما يميز الفرق بين مربعين من التجربة يا هاي يقرأ يا هاي والله أنا خربط بيه لا والنوب على واحد يقول أنا خربط بيه لا كله أنا ضابطا أنا فول بيهم عميه دعي شوية وحاول تقرأ وحاول تتواضع للمعلومة مهما كانت بسيطة فرايدك أول طريقة بعد تنهيها فرق بين مربعين انطيتك أمزل عليها اثنين لأنه ماكو داعي أطيك ستين مثال اللي فهم القاعدة يقدر يحل أي مثال تنطبق عليها قاعدة الفرق بين مربعين طبعا الطالب راح يقول لي بس استعد هاي الطريقة أوكي أوكي راح نركز عليها تشنا ماخذينها بالثالث نتوسط ومنو قال لك تختلف آني بس حبيتها ذكرك بطرق التحليل اللي بيها مشكلة راح أقول لك بيها مشكلة والفرق بين مربعين بأي مرحلة دراسية تروح تحلله هي نفسها الفرق بين مربعين ما تختلف طيب نيجي الثاني طريقة من طرق التحليل اللي هي مجموع بين مربعين حبايب يعذروني يمكن اليوم آني جاي أحتي سريع سعادي تقدر تبطئ من عندك إذا حسيت نفسك ما جاي تستوعب ماشي زين مجموع بين المربعين حبايبي هو جمع من اسمه بين مربعين يعني X تربية زاد Y تربية على سبيل المثال أنا ما أعرف هاي الـ X مني وهاي الـ Y مني بس المهم أكوفت حديا مربعين إحنا نسميهم وبياناتهم جمع فيسمونه مجموع بين المربعين هاي لا تحلل في R لا تحلل في مجموعة R يعني إذا شفتها بالفصل الثاني بالفصل الثالث بالفصل الرابع بالفصل الخامس ما أحللها لأن أكون أنا داخل مجموعات R لكن الفصل الوحيد اللي يحشي على أعداد المركبة هو الفصل الأول فبالفصل الأول بيها نظر يعني إذا بالفصل الأول هاي المجموع مربعين أنا ممكن أحللها جدا ممكن أحللها جدا بس بعد أن تحول إلى فرق إذن يجب تحويل تحويل المجموع إلى فرق اكتبها يمك لازم تتحول الفرق لازم تتحول مثل ذي طبعا أنا ما أريد أسويها قصة وشلون نحولها إلى فرق بكل بساطة الحد الثاني لازم ينضرب في فتشي لازم ينضرب في فتشي هذا الشي لازم تكون قيمة واحد لازم تكون قيمة واحد هذا الشي اللي راح نضرب بيه الحد الثاني هو منه هو منه هو السالب آي تربيع لأن السالب آي تربيع قيمة واحد فلما نضرب الحد الثاني بسالب آي تربيع إحنا ما نسوين شي ما نسوين كل شي إحنا ضربين بسالب آي تربيع اللي هو قيمة واحد فبالتالي راح يصير عندي اكس تربيع ناقص واي تربيع اي تربيع حبايب هنا راح نقدر نحلل بعده لانه راح يصير عندي فرق بين المربعين فاكس باكس ناقص بزائد واي اي اب واي اي فاليوم الدرس كله برعاية برعاية منه برعاية السالب اي تربيع اللي هو قيمته واحد اللي احنا راح نحل بمشاكل كومة السالب اي تربيع خليها ببالك السالب اي تربيع اللي هو قيمته واحد باغوا هسه هذا مجموع مربعين تقول لي استاد هذا لازم نضربه بسالب اي تربيع على مودن حوله من مجموع مربعين الى فرق بين المربعين تمام وبعدها حبايبي راح نقدر نحل العادي اكس باكس ناقص بموجب ثلاثة اي بثلاثة اي اذا مجموع المربعين قبل ما كان يتحلل اليوم بالاعداد المركبة اقدر احول الفرق واحلله ركزلي شوي على هاي لانه هوايا هاي تلاقييني مهمة جدا 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 بعد ركزلي عليه افهمه عيده شنو الخلل ليش المجموع ما تتحلل مو يجيك ثاني يوم مجموع مربعين ولازم لك قوسيا وجاي يتحلل هو اي طلاب يقول له كان افتهمت لكن هو ما مفتهم للأسف زين ثالث طريقة حبايبي اللي هي الفرق بين المكعبين اللي هاي كانت عندي فرق من اسمه فرق بين مكعبين هنا تكعيب وهنا تكعيب مجموع بين مكعبين رابع وحدة جمع مكعبين اكس تكعيب واي تكعيب هذول طريقتها حقيقة مارات علي قديما وذول يتحللون وفق قانون شهير قوس صغير وقوس شبير قوس الصغير دائما يعتمد على الجذر التكعيبي للأول يعني الاكس تكعيب تنزل اكس الواي تكعيب تنزل واي وهكذا اذا ناقص تنزل الناقص اذا زائد تنزل الزائد بعديا نروح على الثاني ناخذ الجذر ما لا الثاني بس الجذر التكعيبي طبعا قوس الشبير طبعا يعتمد على القوس الصغير يعني راح يصير عندي الاول تربيع يتربع عكس الاشارة الاول في الثاني تضرب الاول بالثاني دائما موجب الثاني تربيع تمام تحفظها مثل اسمك قوس صغير وقوس شبير وتعرف القوس الصغير شين خلي بيو القوس الشبير شين خلي بيو لا والاهم من هذا كله تعرف انه هاي القاعدة خاصة بالمكعبين ما ينفعاني حافظ القاعدة بس ما اعرف علي من اطبقها زين شنو الفايدة اكو فايدة؟ ما اكو فايدة لذلك اركز على اسماء هن اثنين هن مكعبين مجموع او فرق اتركز لي على سالفة الفرق او المجموع اتركز لي على سالفة المكعبين الموجودة اتركز لي على طريقة التحليل مالهن اللي هو قوس صغير وقوس شبير راية علمية نعتمد على القاعدة اكثر من ما نعتمد على عدد الامثلة تمام؟ زين أنا هس لما يجيني هذا راح بسهولة جدا اعرف هذا جمع وبسهولة جدا اعرف هذا مكعب وبسهولة جدا اعرف هذا مكعب القاعدة تقول يابا اذا عدكم مكعبيين بيناتهم جمع او بيناتهم فرق يتحللون عكس المربعين الفرق كانت تتحلل بس المجموع ما كانت تتحلل الى ان تحول الى فرق القاعدة تقول قوس اللي صغير يعتمد على السؤال فالكس تكعيب تنزل من عدده اكس لأنه راح ناخذلها الجذر التكعيبي الموجب حتنزل نفسها الاثمانية حتنزل جذرها التكعيبي اللي هو اثنين ماشي بعدين قال القوس الشبيري يعتمد على القوس المصغير فتروح تطبق القاعدة الاول تربيع يعني اكس تربيع عكس هاي الاشارة يعني ناقص الاول تضربه بالثاني يعني اثنين اكس دائما موجب الثاني تربيع يعني اربعة قال تحفظها مثل اسمك لأنه راح تواجهك بكل الفصول تمام صح احنا هنا جاي نذكرك بيها لأنه راح تفيدنا بالفصل الاول بس احنا ريد ندرسها الباقي الفصول همين فرجاء ركز على القاعدة رجاء مثال ثاني اكس تكعيب زاد ثمانية اي الطالب هسه اللي قبر قولي افتهمته راح يجي قبر القوس صغير قوس جبير يتخربط بس هو مشاه في الحد الثاني هنا مو مكعب ليش استاذ الاثمانية مو مكعب ساحد قال لك الاثمانية مو مكعب بس انت متشوف الآي مو تكعيب تقول لي زين استاذ هاي شا سوي للآي حبي لو تخلص منه للآي تشيله تلغي لو تسوي لي اتكعيب تقول لي استاذ انا ما قدر اشيل شي من عندي لا تسوي لي اتكعيب تقول لي استاذ صار ما النا غير السالب اي تربيع السالب اي تربيع قيمتها واحد يعني هسه اني اذا ضربت هذا الواحد هنا ما راح اأثر عليه شكلين اي راح يتأثر شكله لكن كقيمة هو نفسه فشوف اكس تكعيب سالب اي في ثمانية اي سالب ثمانية اي تكعيب اوه صار عندي الاي تكعيب واخيرا صارت عندي فرق بين مكعبين يعني راح نقدر نحل المشكلة وراح نقدر نحلل اهاي الاكس اكس الناقص ناقص الاثمانية اثنين الاي تكعيب اي اوه صح حلينا المشكلة لاحظوا بالمثال الاول ما كانت عندي اصلا مشكلة لاحظوا بالمثال الثاني صارت عندي مشكلة فكر بهاي الجزئية وسجلها يمك تحدث المشكلة يمت زين مربع الاول اكس تربيع عكس الاشارة زاد الاول بالثاني اثنين اكس اي الثاني تربيع اربعة اي تربيع طبعا حبايبي تعرفون الاي تربيع قيمته سالب واحد راح تأثر على الاربعة وتغيرها بس هسا ما راح احجي عنها اريدك تفهم هنا من المكعبين انه القوس الشبير هذا لا يحلل ابدا هذا بعد ما يتحلل ما يتحلل نهاي شكله تجربة شكله ثلاث حدود بس هو ابدا ما يتحلل طيب حبايبي راح نجع على خامس طريقة من طرق التحليل بعد ما كملنا اربعة فرق بين مربعين ومجموع المربعين فرق بين مكعبين ومجموع المكعبين نجع على خامس طريقة اللي هي التجربة اللي تكون حدود ثلاثة سمونها كانوا بالثالث متوسط الحدودية الثلاثية او تحليل المقدار الجبري من ثلاثة حدود بالتجربة طيب التجربة حبايبي اهم فقرة عندي انه انت تعرفها تكون تكون التجربة عندي من ثلاثة حدود هاي اهم فقرة هاني عندي هاي شكل وحقيقة اكو شكل ثاني راح يواجهنا اللي هي التجربة مرات تصير من الدرجة الرابعة تمام ثلاثة حدود ورايدك تركز تركز انه دائما هذا يكون نص هاله هاي اثنين هاي واحد هاي اربعة هاي اثنين تمام اوكي فيعني كل شي يخدمني لما انت تجيك هاي الحدودية ثلاثية وتقول استاذ هاي تجربة لا وتكون واثق تجربة فرق بين مربعين تقول استاذ جاب الحديين على ثلاثة حدود خاف مكعبين تقول لي مو انا اللي اخربط به هاي السؤال دير بالك منه تخربط بين اعتبر نفسك مادرية زين فنجي على المثال الاول حبايب ثلاثة حدود مستحيل مستحيل افكر بالمربعين والمكعبين لانذا نجي من اسمائهم حديا حديا زين فتجربة تقول لي مباشرة اكس باكس الاشارة اللي اولا دائما ننزلها باوع خاف واحد يخربط بالاشارات الاشارة الثانية هي حاصل الضرب سالف يموجب سالف الاثنين منين جايتني اثنين في واحد التجربة بيها فد شيء نسميه التأكد من الحل فنضرب القريب في القريب يصير سالف اثنين اكس والبعيد في البعيد يصير سالف واحد اكس جمعين يصير سالف ثلاثة اكس مفتهمة مفتهمة تريد مثال النوب وليش مثال النوب هو نفسه عيدة عيدة مرة مرتين ثلاثة ويا نفسك إلا أن تفهمه ما دل ليش المثال الثاني طيب ايد قولي زين استال هاي شون تحلل حقيقة شباب هذا بي مشكلة استاد شون عرفت بي مشكلة والله عرفت بي مشكلة من الآيل بالنص بس استاد احنا ما ندخل بالنص احنا دايما نحلل الاطراف صح كلامكم انا النص ما ادخل بي بس المشكلة انا بعدين مطالب انه يطلع للحد الوسط هنا اذا جيت حللت مستحيل مستحيل يطلع للحد الوسط ليش مستحيل يطلع لك للحد الوسط خوية ما عندك اي بالاطراف بالاطراف ما عندك اي عندك بالنص اكو اي واللي زين استاد شنسوي اي نجيب طبعا السالب اي تربيع ونضرب بيها لحد الاخير في بالك ترى احنا اليوم الخاطر السالب اي تربيع جاي نعيد لك طرق التحليل نماشي ف زت تربيع حباي بي ناقص 2 زت اي تنزل سالب اي تربيع فيه ثلاثة سالب ثلاثة اي تربيع بعدين طبعا احللها عادي لانه راح يطلع للحد الوسط زت تب زت ناقص تنزل ناقص في الناقص موجب ثلاثة اي تربيع منين جاي اتني ثلاثة اي في موجب اي اذا طرحت راح يطلع عندي الحد الوسط ويطلع عندي الاي اللي بالنص اتمنى يكون واضح التجربة اذا لازم تفهم انه انت اليوم انا جاي اعطيك مثال بي خلل ومثال ما بي خلل البي خلل يتعدل بالسالب اي تربيع بالسالب اي تربيع تمام حبايبي الطريقة السادسة من طرق التحليل والاخيرة اللي هي العامل المشترك حقيقة ما عندنا اي مشكلة بيها بس قلت خلي انطيهم مثال فقط هيج يعني حتى بس يتذكرون الاكثر والاقل اذا سألت اي طالب هسه شو نتحل الهاي ما راح يقول لي فرق بين مربعين ما راح يقول لي مجموع مربعين حاليا راح يقول لي عامل مشترك استاد والاولوية دائما الي يعني استاد هاي مو مجموع مربعين صح مجموع لكن الاولوية للعامل المشترك الاثنين فراح يبقى عندي اكس تربيع زائد 16 لانه انا قسمت على اثنين اثنين هاي اطلعتها برا قسمت الحدين عليها فصار عندي اكس تربيع زائد 16 حبايبي صارت مجموع بين مربعين ممكن احولها الفرق صح تقول لي نضرب الحد الثاني بسالب اي تربيع تمام بعديا انا ممكن احلل تحليل عادي اذا اكس في اكس ناقص في موجب اربع اي في اربع اي تمام اذا هاي هي طرق التحليل اللي انا حبيت اوضحها لكم ست طرق لازم تطلع من هذا الفيديو تقول طرق التحليل ستة اولها فلان واخرها علان لا وتقول لاذا حدثت مشكلة ما فممكن اعالجها بسالب اي تربيع اريدك من تجي تحلل بالفصل الاول السالب اي تربيع اي شاي لبيدك باوي عليها زين بيا فتشي تضربها سالب اي تربيع اكو نوع من التحليل ايضا يسمون التحليل الى عاملين مثلا يجيني فد رقم يقول لي حلل الى الي حلل الى عاملين فاقول لي شوف طرق التحليل الى عاملين قدامك ستة اول اربع طرق المربعين والمكعبين كان يتكونن من حديين والطريقتين الثانيات اللي ان التجربة والعامل المشترك ممكن يصيرا حديين او ثلاثة بس مو حد واحد فهنا حباي بي لازم اكتب هذا العدد اللي منطينيه على شكل رقمين او مجموع عددين فخمسة وثمانين كتبتها واحد وثمانين زائد منه زائد اربعة صار عندي شنو هسه مجموع بين مربعين نحوله الى فرق بين مربعين شلون نضرب الحد الثاني بسالب اي تربيع فيصير سالب اربعة اي تربيع ونحللها بتسعة بتسعة ناقص بزائد بثنيين اي بثنيين اي نفس القضية هاي بثلاثة وخمسين منين جايتنا انتي قالت والله اني خمسة وعشرين زائد ستعاش صح دقيقة دقيقة لا العافو 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 خمسة وعشرين زائد ستعاش لا تسعة واربعين زائد اربعة صح حسه واحد يقول لي استاد اكو كوم ارقام يعني ليش اختاريت ذولي بالذات حاليا اختاريتهم لانهم لانهم اعداد تربيعية لهم جذر تربيعي بس مستقبلا عادي نحول المجموع مربعين الى فرق سالب اربعة اي تربيع نحللها ناقص بزائد بثنيين اي بثنيين اي طبعا هذا كله ما يجي من امتعان المزال هاي شنو لا يعني مو ما يجي بس السؤال ما يجي بشكل مباشر حلل حلل يعني ما تجي بشكل مباشر راح اخذلكم نموذج ممكن يجينا بالامتحان الوزاري وراح نستفاد منه طبعا أحباي قال اضع بدون الضرب في مرافق المقام طبعا ضع بشنو ضع بالصيغة العادية ظاهراني ناسي اكتبها الصيغة العادية او الجبرية بس بدون ما تضرب في مرافق المقام ادعوة عامي عادي جيت على المثال الاول لقيتها كسر مشكلة الكسر انا ما اخذنا طريقة وحدة اللي هي اضرف في مرافق المقام اضرب في مرافق المقام فتقول لي هنا شون 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 لازم تجي على بالك الطريقة الثانية اللي هي طريقة اليوم التحليل ها يعني التحليل تفيدنا بالكسور نعم تفيدك بالكسور وتقدر تستخدمها بدلا ما تضرب في مرافق المقام تقول لي بس استاد هذا البسط مجموع مربعين هذا ما يتحلل نحول لك يا إلى فرق لا تخاف نضربه بسالب آي تربيع اكز زائد اثنين آي بعدين راح أحلل العادي اكس باكس ناقص موجب اثنين آي باثنين آي على اكز زائد منه اثنين آي هذا مع هذا حيروح يبقى اكس ناقص اثنين آي إذن أنا قدرت أتخلص من الكسر بدون ما أضرب في مرافق المقام باستخدام التحليل بس انتبه نجموع مربعين ما تتحلل لازم احنا نحاولها تتحلل اجيت عن مثال الثاني لقيت أهم كسر بس باوعيت لقيت الفوق اكس تكعي ناقص مية وخمسة وعشرين هذا خلاني أفكر مباشرة بالمكعبين بس واحد من الطلاب قال استاد استاد ترى الحد الثاني الآي مو تكعيب قلت له ولا يهمك نسوي لك يا تكعيب قال شلون قلت له نضربه بسالب آي تربيع قال هاي خلصانين لعد فنيجي نقول اكس تكعيب شنو رأيكم هنا نسويها محسن حتى هنا قبل نحلل دقيقة إذن راح يصير عندي اكس تكعيب بتنزل سالب آي تربيع في هذا السالب موجب مية وخمسة وعشرين آي تكعيب شوف صعد هاي الآي انضربت بآي تربيع صارت آي تكعيب المقام ما سوينا لشي حاليا خمسة اكس آي ناغص خمسة وعشرين حبايب هسا البسط عبارة عن مكعبين مجموع قوس صغير وقوس شبير من الأكس تكعيب راح نزل أكس الإشارة راح نزلها كما هي المية وخمسة وعشرين راح نزل خمسة الآي تكعيب راح نزل آي أبدأ أترس هذا القوس الشبير من هذا القوس الصغير حسب القاعدة مربع الأول X تربيع عكس هاي لشارة ناقص الأول بالثاني 5 X آي الثاني تربيع 25 آي تربيع 25 آي تربيع يعني راح يصبح سالب 25 لأنه الآي تربيع راح يغير الإشارة مال تلي قبلها طيب المقام حينزل X تربيع ناقص 5 X آي ناقص 25 ايه والله استهدت هذا القوس الشبير ويا القوس الشبير حيختصار حسنت اذا راح يبقى عندي اكز زائد خمسة اي هي هاي الصيغة العادية المثال الثالث حبايبي ايضا يجاني كسر وايضا اكو اي بالمقام لكن للاسف ما جاي اقدر اضرف في مرافق المقام بسبب انه هو مانعني فلذلك لازم افكر بالتحليل المصيبة اللي موجودة بالتحليل انه مو كل الحدوديات تتحلل احيانا تحدث مشكلة بيهن فلازم انت تعالج المشكلة زين انت تقدر تعالجها بدون ما تعرف المشكلة تقول لي طبعا لا زين هنا شنو هو المشكلة فتيجي طبعا انت تلقي نظرة على البسط تقول لي والله شوف استاد البسط هو ثلاث حدود يعني انا راح افكر بالتجربة بس ما دام اكو اي بالنص ترى استاد لازم تضرب الحد الاخير بسالب اي تربيع تدلل اذا 2x اي هاي لما انت نضرب بسالب اي تربيع راح يصير سالب 3 اي تربيع على اكس زاد 3 اي بعدين حبايبي راح حللها قوسيا فراح يصير اكس باكس زاد بزا لا زاد بناقص عفوا لان زاد في الناقص ناقص 3 اي تربيع 3 اي في اي على اكس زاد 3 اي هاي مع هاي راح تروح اذا يبقى اكس ناقص اي تمام اتمنى تكون واضح تقول لي زيان استاد وهاي شلون هنا يعني اكو رقم بالبسط لا تشيلهم لان الارقام ايضا نقدر نحللها طيثك من كل شي فكرة ما اخليك ابدا تقول لي زيان استاد هاي العشرة شون اكتبها ساني لا تشيلهم هنا نجي على المقام اربع الاتلاثة تسعة اربع الواحد اللي موجود بصف الاي واحد واحد زاد تسعة عشرة اوه اذا العشرة تنكتب تسعة زاد واحد اذا اكتب البسط على شكل مجموع مربعي المقام طيب شباب تعالوا نحول المجموع الى فرق تسعة هذا الموجب واحد ينظر ببسالب اي تربيع يصير تسعة ناقص اي تربيع على ثلاثة زاد اي وبعدها حبايبي راح احلل راح احلل ثلاثة بتلاثة ناقص بزائد اي اي على ثلاثة زاد اي هاي معها يتروح اذا يبقى ثلاثة ناقص اي والله زين بالمناسبة بالامتحان الوزاري ابدا مجهي يجبرك يقولك بدون الظرف في مرافق المقام لذلك هنا انت تقدر هسة تظرف في مرافق المقام بس احنا هنا اليوم حتى نشرح لك التحليل تمام طيب استاذ هذا شنو السؤال لا تشيلهم مربع الواحد واحد مربع الجذر ثلاثة 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 زاد واحد اربعة ايه والله عندي اربعة اذا الاربعة تنكتب واحد زاد ثلاثة مربع الواحد ومربع الجذر ثلاثة تمام شنو رأيكم المجموعة مربعين نحولها الى فرق اذا المجموعة راح نحولها الى سالب ثلاثة اي تربيع لانضربتها في سالب اي تربيع حفواً هاي جذر هسا نحل الحبايبي واحد بواحد ناقص بزائد الجذر ثلاثة آي بجذر ثلاثة آي بس لا قلتوا ثلاثة في واحد بعد بالبداية اشتش انا معاودين صدق شذيب هاي معها هاي تروح يبقى واحد زائد جذر ثلاثة آي قلت لك اذا حسيت اليوم انه انا شرحت لك شوية سريع فانصحك شوية تعيد الفيديو وتبطأه المكان اللي تحس نفسك فاهمه اوكي اللي تركز عليه هل قد ركز على غيره رح خليكم هذا واجب حتى يشوف ابداعكم بهذا السؤال ستة وعشرين على اثنين زائد ثلاثة آي ماشي اريدكم تخلونا بالصيغة العادية بدون الظروف في مرافق المقام حبايبي لا تنسونا شاركون الفيديو ويكون اصدقائكم لان الكل هيستفاد وانتوا بالدرجة الاولى لان الدالة على الخير كفاعله شاء الله نجيكم بالدرس رقم ستة من دروس المراجعة المركزة رح نشرح بها خاصية التساوي